بسم الله سنشوف أولا الصحة بشكل عام جاء فاك تعبان يا برج الجدي في شعلات صارت معك تعبتك كثير ففي مجال الصحة يا برج الجدي تشير الأوراق اللي طلعوا لك الثلاثة مع بعضهم إلى أن لديك الفرصة للشفاء من أي مرض أو إصابات سابقة لأن الورق هذا سيجلب لك الوضوح العقلي للتغلب على كل التحديات التي تواجهها وبأنك فقط استرخي كذلك في منكم اللي شايفاه تعبان نفسيا وأحيانا بيصير حتى شسديا تعبان يعني من انفصال صار معه وبعده زعلان على الحبيب وهو عم يطلع على كباية الحب اللي هو مفتقدة شايفاك يعني في حاجة إلى دعاية والدعم سواء كنت مريض أو مساب أو حتى متدرر من العلاقة هذه اللي صارت معك أو صارت مع بعضكم فأنت يا برج الجديد تحتاج إلى إظهار المزيد من التعاطف مع نفسك وجسدك ولا تتعامل معه بقصوى أو لمبالات فإذا كنت يعني مريض فحاول أن تحتني بنفسك وتعطيها الوقت الكافي لشفاء في منكون كذلك اللي حاسس حاله يعني أن كل الأمور تسير ضدها كأن العالم بأسره ضدها وحاسس بالخسارة كذلك في منكون اللي بيمر بفترة من المرض والمشاكل الصحية التي قد تكون ناجمة عن عوامل يعني كالشغل أو مشاكل مالية أو مشاكل عائلية فقد تجد نفسك تعاني من التوتر والقلق لذا فأنت بحاجة إلى الاعتناء بنفسك وسحتك وتأخذ بعض الوقت يعني لممارسة التأمل والاسترخاء يعني وتترك كل الأمور على الله كذلك يخبرك ورقة داروية برج الجدي أن الإنسان أحيانا يمر بوقت عصيب يشعر فيه أن العالم بأسره ضده ويعاني من سوء الحظ فبيقلك أن هذه الفترة هذه فترة وستمر وهذه الفترة العصيبة لن تستمر إلى الأبد فتواصل مع من حولك وقبل أي مساعدة ستتاح لك كذلك في منكم اللي بحاجة إلى أن يهتموا كذلك بشكلهم ويهتموا بحالهم أكثر لأنني عم شوفهم يعني عميهم اللي هو نفسهم بسبب الشغلات اللي صارت معهم أيا كانت هذه الشغلات فأنت بحاجة إلى أن تنظر حولك لأن الورق بيقلك أن المساعدة قريبا منك ولكن بسبب إنغيمتك في الأفكار السلبية فأنت لا تستطيع أن ترى الفرص التي تمر من حولك والآن سنمر إلى العمل ستشوفه العمل الحين في مجال الحمل بشوف أنه ورق تاروية برج الجدي يعني عم بيحذرك من الناس الذين من حولك ويطلب منك أن تكون حريصا ممن تسق فيهم فإذا كنت ستطلب مثلا قرب فيجب عليك أن تتأكد من الشروط قبل التوقيع فيمكن أن يكون حولك هناك شخص غير أمين فتكفي حدثك يا برج الجدي كذلك يا برج الجدي أنت احتمال تلاقي حالك عم تحصل على معلم أو مرشد رح يساعدك في مسيغتك المهنية وبيقلك كذلك هذا هو الوقت المناسب للدراسة وهذا وقت جيد للقيام بالستثمار أو مشروع صغير منخفض المخاطر لذلك يجب أن تتأكد جيدا من الناس الذين يعملون معك أو الناس اللي من حولك يا برج الجدي كذلك في منكم اللي تعرض يعني للغش من حدا قريب منا قريب منكم ممكن يكون زوج زوجة إني عم بشوف يعني في خداع في خداع يا برج الجدي في غش يعني يعني كأنه شي حدا بده ياخد شغلة اللي كون سواء كانت فلوس جاتكم أو إيرد أو شغلة هيك فأنتوا لازم تكونوا حضرين كذلك يمكن تشير يعني البطاقة إلى أن هناك بعد الخداع في بيئة العمل أو هناك بعض الزملاء الذين ينشرون حولك الأكاديب خلف دهرك ويحاولون مثلا يمكن سرقة أفكارك مكانك أو مشروعك وأنت لا تعلم فكن حذر من الذين يشتغلون معك في العمل يا برج الجدي ويألك كذلك في الوضع هذا استخدم فطنتك والقدرة على التكيف والحيلة والمرونة والدكاء لتضع نفسك في مقدمة اللعبة كما يعني بحذرك التارو أنك تأخذ حذرك من السرقة أو الاحتيال وتجنب المراهنة فكن حذر يا برج الجديل فترة هذي كذلك بالنسبة للناس اللي عم بيدوروا على شغل فإن شاء الله رح يلاقوا شغل بالفترة هذي إذا تدوروا وكانوا واسقين من حالهم فالأمور رح تمشي بشكل جيد يا برج الجدي أما في خصوص الأسرة يا برج الجدي بصراحة في منكم اللي رح نحكي على الأسرة في منكم اللي في بلد والناس اللي بيحبهم في بلد ثاني وشايفكم قلقانين وحسين بالوحدة والعزلة وفي نوع من الألم كإني شايفاك في مفترق الطرق بعيد عن الناس اللي بتحبهم أو ممكن تكون بعيد عن حبيبك كذلك في منكم اللي قلقان وبيفكر كثير فممكن تجيك حالة الأرى أو خلل هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي تدوروا حولك لهذا يجب أن تتجمع قواك وتحاول أخذ الأمور بأكثر واقعية بواقعية مهما كانت الوضعية اللي انت فيها يا برج الجديد كذلك يعني في منكم اللي تعرض الخيانة سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حداخان الثقة فاش أنا شايفا يعني إحساس بالندم والدنب كذلك في منكم اللي منفصلين فشايفا إحساس بالحزن والتعب يعني والتفكير بالماضي ففي مشاعر دنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة هي تسبب لك التعاسى وتعاسى عميقة وكذلك شايفا إنه في تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب يعني كأنه في إنسان بقول يريد يعني لو يرجع الماضي وسوي كدا وكدا وكدا يعني تسوي الشغلات قبل حصولها ففي خيبة أمل تعرض طولا يعني خلتكم ضايعين وفي مفترق الطرق فإنت تحتاج يا برج الجري إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منها فبمجرد القيام بهذا ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجري فإنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أيا كانت هذا الشيء اللي بيطلبه منك التعرض فممكن يكون الشيء اللي صار بسبب علاقة ثلاثية شيء وارد كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي فيه الذي أنت فيه دائما يعني كل مرة عم تعت الحب ويعني عم تكون مخلص ولكن ما عم تلاقي التقدير وإنت مليت من الوضع ومن الوقت يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول ياخد قرار في شغلة معينة ممكن شيء حدا تخلى عنك أو أنت انسحبت من العلاقة وانت زعلان بسبب طرف دالت بسبب خيانة فالأمور يا برج جدي يعني راح تتحسن وإن شاء الله خير يا برج الجدي فإنت لازم تطلع من الحالة هذه والآن سوف نمر إلى ما هو عاطفي يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة فراح نبلش شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه قافل على حالك وواخد جنب كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب يعني وبالطالب يعني بحكم أو بالعدالة فممكن يكون الحبيب يتزوج أو أنتو يعني في حلاقة ثلاثية لا يتحرك بحلاقة ثلاثية أو هو ممكن يكون هو الزوج وانتو متباعدين مع بعض في عندي برج ميزان جوزاء دلو احنا ماشيين بالقراءة ورح اقول الأبراج اللي عم تظهر بالقراءة لأنه كل الطاقات موجودة ترابية نارية هوائية أو مائية كذلك مائية ولكن كأن شايفاك متعلق يا برج الجدي متعلق بالحبيب وفي مراقبة وحتى الحبيب بعده بيراقبك يا برج الجدي ولكني شايفاك عمل روحك مو مهتم وفي منكم اللي مختفي ومخبي مشاعره مو عم يظهر أبدا فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار ممكن تكونوا حاليا كل واحد في مكان أو كل واحد في بلد لأن اللي شايفه في مسافة بيناتكم في منكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه فممكن يكون أكبر منك الشخص هذا يعني لإني بشوفك إنه متزن وأكتر حكمة وعارف حال وشو عم يعمل في برج الميزان تور عزراء خليني نشوف طاقتك رح نشوف الطاقة تبعك طاقتك فعموما يا برج الجدي شايفك يا برج الجدي متزن وواتق من حالك رغم كل شي صار فكذلك شايفه في منكم اللي عندو خيبة أمل من شغلة صارت أو من علاقة ثلاثية يعني ممكن تكون دمرت علاقتكم أو حدفات على العلاقة وانفصلتو كذلك في عمشوف في منكم اللي بعيد عن أهله ومشتاقلة إلهم في اللي قاعد لحاله عمشوف في تفكير وذكريات يعني لحدا من الماضي مشتاقين له كتير انتو بتحبوا بعضكم يعني وكأنه صارت بيناتكم مشاكل ولكن شايفك يا برج الجدي ماسك زمام الأمور يعني يعني وبعدك يعني عم بتفكر فيه بعدك بتحبه في منكم اللي الحبيب يعني زعلان على الفراق اللي صار بيناتكم وبعده في ذكريات يعني كانت في بيناتكم يعني شغلات حلوة في رجوع لحدا لبعدكم في رجوع لحدا من الماضي ممكن تكون يعني كانت في بيناتكم علاقة طويلة في ذكريات والشخص هذا شخص يعني مليح يعني مو شخص سيء هو شخص طيب وبيحباك وبيشوفك شغلة حلوة وفي بداية جديدة انطلاقة يا برج الجدي ولكن الرجوع هذا لبعدكم رح ياخد وقت يا برج الجدي كذلك في شغلة غريبة عندي هون بالقراءة أحب يتشير إلى في منكم اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب أو بيحب شخص ثاني وهو مو مرتاح بزواجه شايفة يا برج الجدي كأنه كأنك بدوامة كأنك خايف تمشي بالطريق اللي قدامك وهم تطالب بالعدالة وهم تطالب بحكم ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك كذلك في منكم اللي الحبيب تركه وبلش حياة يعني وبلش علاقة جديدة أو مشروع جديد أو مشروع زواج أو تزوج حتى لاني شايفة الحبيب حاليا متزن ومشهول وبيفكر بمشروع يعني ممكن يكون مشروع زواج مشروع مالي شايفة مشهول بحياته وكذلك يعني ما أخفيك إنه بيفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا سواء كان وصلتكم للانفصال أو القضاء لإني شايفاه حاليا هو بطاقة اتزان وتفكير كذلك في منكم اللي شايفته كانت بين وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة وحاليا عم شوف في تباعد بينك وبين الحبيب هذا اللي العلاقة كانت مدة طويلة بالسنوات يعني عم شوف منكم اللي فاصل قافل كل شي مرتبط بالتواصل السوشيال ميديا يعني كأنه عامل حالك ومطمش ولا على بالك ومختفي وعم الطانبي يعني كأنه بالعدالة عدالة بحكم شغلة هيك بس أنا شايفاك بعدك بتراقب الحبيب وهو كذلك بيراقبك لأنه بعده في ذكريات بيناتكم وهو حاليا بيفكر يعمل استشفاء يعني بيفكر إذا في مجال للرجوع أو إنت خلاص نسيته كذلك عندي في ورقة بتشير إلى حكم ممكن يكون مصابت بالقضاء أو آآ آآ قرار يعني أخدوا الحبيب أو شغلة هيك يعني كأنه في انفصال عن شخص يعني بتحبه ممكن تكون آآ انت انفصلت عنه أو انفصلت بسبب يعني البعض كل واحد في دولة ثانية منفصلين يعني كل واحد في دولة أو حتى تربطكما مع بعضيتما علاقة طويلة ففي يعني تواصل روحي بيناتكم في برج القوس والحمل والأسد كذلك كما يحذرك التارو من القاء اللوم والاتهامات على بعضكما البعض لأن هذا قن ينهي العلاقة فالتارو بيئلك يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تسامح يعني أن تسامح الشخص اللي معاك والأنت اللي بدك إياه على الأخطاء اللي صارت بالماضي أيًا كانت إذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه ففي منكم اللي شايفاه زعلان واخد جنب وكأنه أخذ قرار وقافل على حاله بعد خيبة أمل وصدمة من أشخاص مقربين يعني مقربين كأنهم أقرب أو كانوا بالقلب نتيجة خداع أو خيان أو مكر أو عدم تقدير يعني كأنه الشخص هذا والناس هدول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة فشايفك زعلان كأنك يعني مسافر أو بدك تسافر أو سافرت ولكن بعدك حزين يعني وفي ذكريات أخذها معك وبعدها معك كأنك مربط كذلك في منكم اللي تطلقوا يعني في طلق موجود عندي في حدا تخلى عنكم يعني شريك حياتكم عم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هذا الدوامة وفي منكم اللي عم يستنى حكم عم شوف يعني فيه إحساس فيه ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنها يعني كأنه عم تسأل حالة ليش صار معي هالشي وليش الله ما ساعدني فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك ولكن أفكارك السلبية تحجبها عنك فعليك التقرب من الله وتعمل ميديتيجن وكل الأمور ستتحصن يا برج الجدي شايفة فيه لخبطة كبيرة وفيه إنو هاي القراءة عامة فيه شغلات كثيرة بالقراءة فيه منكم اللي بعلاقة علاقة التوأم الروح وصار بناتكم كلام أو عنادة والشخص هذا عنيد فشايفك إنو كل واحد واخد جنب أو متباعدين فالحبيب شايفك يا برج الجدي النسلي في الوضع هذا شايفك إنو إنت الحب وفيه تواصل روحي بيناتكم يا برج الجدي فالحبيب براقبك ومفتقدك شايفك تعباني يا برج الجدي خليني شوف نحن نشوف شايفك يا برج الجدي إنك ستصبح متحمس أو ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل أو في سفر وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني رح تكون مفتاح معه أو يعني مع شخص من الماضي يعني شخص بتحبه إنو الورقة هذي ورقة البداية الجديدة ورقة النجاح ورقة يعني زواج خطوبة احتفال يعني شغلة حلوة يعني كما قلت أو ممكن شخص جديد أو شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه أو شخص يعني رح تحبه في شغلة حلوة رح تصير يا برج الجدي ممكن يعني زواج أو نجاح أو انتصار فأنا شايفاك رح تتقدم يا برج الجدي طالعي لك الشمس ففي أحداد جميلة جاية بطريقك إن شاء الله يا برج الجدي بعد الشغلات اللي شفناها بالورق وشفنا الوضع التعبان وشغلات صارت معك يعني شغلات متعبة يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك في أخبار صارت في منكم اللي رح يتلقى هدية رح تكون مفاجأة إلو أو رح يوصلوا يعني شي خبر حلو بدوياه رسالة شغلة في منكم اللي مضرب تجربة قاسية يعني أو طلاق يعني أو متحمل مسؤولية كبيرة في كذلك اللي عم شوف في منكم اللي طلق وعندو أولاد يعني هاي مسؤولية كبيرة ولكني عم شوفك يعني أكتر حكمة صارت أكتر حكمة وأكتر اتزاناً خصوصاً بعد الشي اللي صار معك يعني بعد خيبة الأمل والهموم يعني اللي مريته فيها وعندو مريدها عن أشياء صارت بالماضي أو حتى عن وضعك المالي كذلك عم شوف في ناس متعلقين بشخص من الماضي أو بأحداث من الماضي أو شغلات صارت أو شغلات صارت معكم يعني كأنه في شغلة يعني غريبة رح تصير معكم يا برج الجلي يعني كأنه في مساعدة رح تجيك يعني من السماء من الله رح يساعدك بشغلة شي معجزة رح تصير معك يعني شي انت ما كنت متوقع هوني نشوف هوني نشوف يعني شغلة انت كنت بتطالب بيها يعني كأنه حكم عدالة شغلة هوني نشوف أو ممكن زواج في حدث سعيد إن شاء الله خير بس الموضوع هيدا رح ياخد وقت يعني رح يتجاوز الشهر هيدا أو ممكن ممكن يعني إنه رجوع شخص انت بتحبه شخص مهم بحياتك أو في انتصار يعني كنت عم تستنى يعني في شغلة رح تصير شو كل أوراق كيف اجت شي شغلة رقم واحد انت لازم تشوف شو يعني شي رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة ممكن بعد أسبوع في واحد الشهر الجاي شهر واحد أو يوم واحد بس انت لازم تشوف رقم واحد شو بنسبة إلي شو ساي ممكن يكون انت صار جاي لك بس في شغلة يعني يجاي بطريقك يا برج الجلي رح تصير ممكن قضية رح تتحكم لصالحك عدالة رح تحصل عليها فبتمنى إنكم تخبروني عن الشغلة هذه يا برج الجلي في التعليقات رح أستنى أعرف لأنه أنا صار عندي فضول أعرف إنه الأوراق يعني ما فاتوا إجوا بهالطريقة هذي فإن شاء الله خير يا برج الجلي كذلك حمشوف يعني برج سرقان حووت في أبراج كثيرة موجودة عندنا بالقراءة هذي جوزاء فإن شاء الله خير يا برج الجلي شغلات كثيرة مريت فيها إن شاء الله الأمور رح تتغير لأنه ما في شي بيضل على حاله يعني ما في شي بيضل لأبد أهم شي الإنسان إنه يفكر بطريقة إيجابية ويتقرب من الله ويتوكل عليه ويفكر بالشغلات اللي بدوا إياها لأنه في مثل بيقول الشي اللي أنت بتفكر فيه هو الشي اللي رح تحصل عليه فإن شاء الله خير يا برج الجلي وأتمنى تخبروني عن الشغلة هذي